أسعد الله أقاتكم مشاهدين الكرام عدد جديد من برنامجكم اليومي النهار تراندينغ ودائما أبرز ما يدور بمنصات التواصل الاجتماعي من صور وفيديوهات مشاهدين الكرام نبدأ عدد اليوم بخبر أليم ومفجع ننتقل إلى رحمة الله صباحا اليوم الزميل الصحفي حمزة بركاوي بعد صراع طويل مع المرد وتلقت أسرة الإعلام الجزائرية نبأ وفاة الزميل حمزة بمستشفى باب الواد بالعاصمة بعد غيبوبة طويلة وكان الصحفي الرياضي بركاوي قد عان لفترة طويلة بعد إصابته بمرد المالاريا خلال تغطيته كأس أمم إفريقيا بالكاميرون طبعا مشاهدين منشورات وتغريدات عجت بها مواقع التواصل الاجتماعي عبر من خلالها أصحابه عن حزنهم الشديد وعلقوا كتالي تعليق آدم كتب ربي يرحمه ويوسع عليه ويتبتو عند السؤال ويجعل قبر روضة من رياض الجنة ويرزق أهل جميل الصبر والسلوان ويرحم موتانا وموتى المسلمين بن طالب صفيان الذي كتب الله مخفر له وارحمه واسكن وفسيح جناتك مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا لا حول ولا قوة إلا بالله إن لله وإن إليه راجعون آخر تعليق فرج الذي كتب لا حول ولا قوة إلا بالله لله ما أعطى ولله ما أخد إن لله وإن إليه راجعون ربي يرحمه ويصبر أهله مشاهدين الكرام بهذا الخبر المحزن تقدم أسرة مجمع النهار بأخلص تعزيها القلبية لعائلة بركوي وكل زملاء الصحفيين في هذا المصاب أرجال الداعيين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة إن لله وإن إليه راجعون مشاهدين والآن ننتقل بكم إلى موضوعنا الثاني إلى هذه الصورة حيث عرفت الممهلات انتشارا واسعا عبر بلديات الوطن وفي بعض الأحيان توضع بطريقة عشوائية لا تتوافق مع الشروط والمعايير المعمولة بها ولم يعد دورها يقتصر على تخفيض سرعة السائق فقط بل أصبحت تشكل خطر عليه وقد تسببت هي الأخرى في حوادث مرور خطيرة بالنظر للارتفاع المعتمد في إنجازها كما نتابع مشاهدين في هذا المشهد الذي تم تدول على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أن الصورة من ولاية معسكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم يفوتوا فرصة التعليق على هذه الصورة في تعليق الأول كتب أو كتبت أعتقد صاحب المشروع لا يملك لا رخصة سياقة ولا سيارة ولن يملك مستقبلاً يملك أقول عبد الوهاب كتب هل هذا العمل متقن؟ هل هذا ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله خيركم من عمل عملاً وأتقنه؟ أما هذا العمل ناتج عني الحقد مشاهدين والبودور بجيب الخير ويهدينا لما يحبه ويرضاه تعليق مروان كتب هذا منكر كبير نابع من الحقد على أصحاب المركبات ولست ضد وضع الممهلة أمام المدارس ولكن بالطرق القانونية لأن حياة أبنائنا غالية ومن واجبنا المحافظة عليها أو عليهم ناصر كتب ليس هذا هو الحل بل حل في التوعية أو هو في التوعية بأن هناك مدرسة ويجب خفض السرعة وأن هناك أطفال ولا ربما يكون ابنك تعليق آخر أو ابنك تعليق بها دينة دي كتبوا الله غير خسرونه السيارات بهذه الدودانات العشوائية دودانة حتى مختص ومراقب وعندها علوم مناسب للطريق تعليق آخر كتب دودانات العشوائية ولا تخضع للمقديس منتشر تقريبا في كل بلديات وخاصة البلديات الصغيرة والأحياء على وزارة النقل أن تتدخل سعيد كتب أكبر دودان في العالم يجب تسجيلها في كتاب جينيس مشاهدين الكرام وبهذا التعليق ننتقل بكم إلى آخر موضوع في نهار يوم أو عدد نهار اليوم رحمة وإنسانية في صورة مؤثرة تحمل ملامح الإنسانية بأكملها تراها للوهلات الأولى تحسها للأب وابنه لأب وابنه صاحب متلازمة دون وذلك لفرط المعاني الطيبة التي تحملها إذ يظهر بطل وهو يطعمه الصغير بمشاعر من الحنان والأبوة رافضا تناول طعامه قبل أن يمتلئ شفت طفل الذي يجلس أمامه ليتبين فيما بعد أنه من قام بهذا العمل هو معلم بإحدى مدارس في مصر بعد أن قررت إدارة تلك المدرسة توفي الرحلة لأولادها من ذوي الهمم لزيارة بعض المناطق التراثية بالقاهرة وهو أو العمل الذي قام به الأستاذ لقى إشادة الألف من نشاطاء مواقع التواصل الاجتماعي وعلقوا كتالي عصام كتب كل الاحترام والتقدير ليس للمعلم أن يعلم القرأة والكتابة المعلم اسمه التربية وتعليم التربية قبل العلم وأخلاق ودين النظافة والإيمان أم رواء كتبت كل الاحترام والتقدير لكل من يحمل في قلب تارة إنسانية وتواضح لا حدود له كل الاحترام لهذا المعلم القدير طرف والد الذي كتب جزاه الله خير الجزاء فالمعلم هو المربي الأمين قبل أن يكون المعلم المخلص فأسأل الله لهم الخير والتوفيق في الدنيا والآخرة مشاهدين الكرام وبهذا التعليق وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج النهار تراندينك شكرا لكم